إلى ملفنا لنهر اليوم يتعقد في هذه الأثناء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تعقد اجتماعها الأول بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء الأربعمائة وعشرة للهيئة العليا في الجريدة الرسمية يتضمن المرسوم الأول تعيين مائتين وخمسة قاضيا يقترحهم المجلس الأعلى القضاء في حين يتضمن الثاني تعيين مائتين وخمسة كفاءة مستقلة من المجتمع المدني طبقا للإجراءات للقانون العضوية المتعلق بالهيئة العليا وتم اقتراح الكفاءات المستقلة من قبل لجنة خاصة تم وضعها بموجب هذا القانون ويترأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تمثل هذه الكفاءات المجتمع المدني عبر كامل الولايات وكذا الجالية الوطنية المقيمة في الخارج ولا تشمل المتخبين ولا أعضاء أحزاب السياسة ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة وعني الموضوع أسعد بصدافة الأستاذ عمر خلال المحلل السياسي أنا بك أستاذ أهلا وسهلا مرحبا إذن حديثنا اليوم سيكون حولها هذه الهيئة اليوم سيتم تنصيبها يعني ما تعليقكم فعلا تشكيلة الهيئة صدر بشأنها مرسومان مرسوم يخص أعضاء الممثلين للمجتمع المدني لعددهم كما تكرمتين وخمسة عوضو ومرسوم يضم لأعضاء القضاة المختارون من المجلس العلال للقضاء هذا الربعمية وعشر عوضو اليوم يعقدون أول اجتماع لهم في هذا الاجتماع يتم تنصيب الهيئة وتتفرغ الهيئة هذه التي هي الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تتفرغ لإعداد نظامها الداخلي وفي نفس الوقت لتكوين الهيئة التي نص عليها القانون العضوي المتضمن هذه الهيئة تبقى للمدى 194 من الدستور ولذلك الهيئة متى تبدأ تشتغل تشتغل لما يصدر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة بمعنى أن الخمسة عشر اليوم متبقية أقول خمسة عشر لأنه من المرجح أن السيد الرئيس الجمهورية يصدر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة الانتخابات الشرعية لـ 2017 في مطلع الشهر القادم خمسة عشر يوم ستخصص أولا لتكوين اللجنة الدائمة انتخاب اللجنة الدائمة ثاني لإعداد النظام الداخلي لهذه الهيئة ثالثا لإعداد كيفية تكوين المناوبات التي تنشر على مستوى الدوارة الانتخابية داخل الجزائر وخارج الجزائر يعني ما تعليقكم حول التركيبة يعني تتكوى من 410 عضو و205 من المجتمع المدني و205 من القضاء هو جمع لمهمتين مهمة قضائية لأنه بصدد الرقابة ومدام تهدين مهمة مهمة رقابة فيها الجانب التقني والجانب التقني لازم من الرجال المختصون في القانون وأولى المختصون في القانون هم القضاء لذلك لما المؤسس الدستوري نص على وجوب كده ولما السيد الرئيس الجمهورية كذلك في المشروع القانون الذي قدم للمجلس الشعبي الواطن القانون العضوي الذي يتضمن تأسيس هذا نص على تقسيم التشكيلة بين أعضاء ومواطنين مواطنين اشترط فيهم اشترط فيهم مثل الشروط الشرط أقول أن لا يكونوا متحذبين تم العدول عن ما كان يسمى باللجنة السياسية المتكوناة من الحزب السياسية في الأجل السياسية الانتخابية السابقة ثاني شيء أن لا يكونوا يمارسون مهام على مستوى مركزي يعني مهام مسئولية بمعنى أن لا يكونوا يحتلوا المناصب المسئولية هذه القصد هو الحياد أن يكونوا محايدين ولكن كل موضوعية أنا أقول الكلام هذا أو المرسوم هو صدر في الجريدة الرسمية لكن لم ينشر للمجتمع حتى نعرف ما هي التركبة نحن لا يمنع تركبة القضاء تركبة القضاء قضاء تعدم يعني أنت أيضا كقانوني يعني كيف ترى هذا أنا بالنسبة لي للجنة هذه أو الهيئة عندها مهمة رئيسية ما هي مهمة رئيسية هي الإشراف على مطابقة الانتخابات لما يتضمنه قانون الانتخابات لأنه دور الهيئة هي دور رقابي دور رقابي معناها متابعة مدى التزام الهيئة الإدارية مدى التزام المترشحين مدى التزام كل فائلين في العملية الانتخابية باحترام قانون الانتخابات والمؤسسة والمشرع أطلها صلاحياتها أنها تختر حتى النايب العام في حد قد تسجل تجاوزات وتنتهي العملية الانتخابية في نهاية بتقرير تقدمه لسيد رئيس الجمهورية لتضمن اقتراحاتها ضمن معايناتها ضمن ما تراه من اقتراحات لمن شأنها أنها تحسن العملية المراقبة الانتخابية نعم أكيد لكن المعارضة ربما شككت في نزهة هذه الهيئة رغم أن تم تنصيبه وبالحديث سيد عبد الوهاب دربال ربطوا البث مباشر إذن كما تبعتم مشاهدين كانت هذه منصيم تنصيب الهيئة العلية المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال إذن كما استمعنا إلى كلمته أعود إلى إذن أعود إلى ضيفي عمر رخيلة إذن كما استمعنا إلى كلمة رئيس الهيئة العلية المستقلة والانتخابات ما تعليقكم سيد رئيس الهيئة العلية الدكتور دربال قدم حوصة على مسار الجزائر وفي نفس الوقت الأفاق التي تفتحها هذه الهيئة في ظل الحرص على الالتزام بالقانون من أجل القيام بعمليات انتخابية سليمة في إطار تطبيق قانون للانتخابات ضمن التزامات التزامات كرئيس للهيئة باسم أعضاء الهيئة وبصفتهم معينون من طرف سيد رئيس الجمهورية الحرص على أنه تكون العملية نزهة والعملية وفقا للمقاييس المعتمدة لو يتكلم حتى عن المقاييس العالمية فنأمل ذلك نعم ذلك يبقى عملنا في أنه تدجس في خلال الكلمة أكد على المواطن الجزائري في حرية الانتخابات بدون أي تقييد أكيد لأن الحاجة الإيجابية والتي نأكدها أن القوانين للانتخابات في الجزائر لم يوضع عراق أمام الناخب ولم يوضع مستويات للناخب بل بالعكس حق الانتخاب وحق دستوري لكل جزائري تتوفر في الشروط وغير محجور عليه غير محكوم عليه بحكم يمنعه من حق الانتخاب وفي نفس الوقت حق الترشح حتى لا قانوننا ولا دستورنا لا قانون الانتخابات ولا دستور يتضمن شروط غير الشروط المنصوص عليها قانونا بمعنى لا يضع موضع التقافة لا يضع مستوى التقافي بحدد كمقياس ولا كشرط من شروط ولذلك كحق سياسي كحق انتخابي رأي أكد عليه السيد الرئيس للهيئة يعني بالحديث عن الشروط وقانون الانتخابات يعني هل يمكن لهذه الهيئة ربما مراجعة القوائم الانتخابية هو طبق القانون الانتخابات المادة 14 من قانون الانتخابات تقول بأنه فيه استثناء أنه يمكن في إطار المرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية في أي فترة معناها بمناسبة انتخابات شرائية ولا بمناسبة انتخابات محلية وانتخابات رئاسية أنه يمكن يتضمن مرسوم استدعاء الانتخابية إجراء عملية مراجعة القوام الانتخابية استثنائيا هذا الشيء الذي نتمنىه هذا الشيء الذي نتمنىه لماذا؟ لأنه الآن في حديث كثير سواء عن المعارضة ولا القوى السياسية المقبلة على المشاركة في الانتخابات في تقديري من أجل تطيب النفوس ومن أجل أنه زيادة الثقة أنه المرسوم الرئاسي اللي سيصدره السيد رئيس الجمهورية اللي استدعاء الانتخابات يتضمن من ضمن ما يتضمنه مراجعة للقائمة الانتخابية كي يقول مراجعة للقائمة الانتخابية يأتي الدور تعالي المستقلة هذه المراقبة الانتخابات لأنه قانونها كذلك يعطي لها حق في الإشراف على عملية المراجعة مراجعة تقوم بها لإدارة في إطار اللجان البلدية المنصوص عليها قانون ولكن تحت إشراف الهيئة المستقلية لمراقبة الانتخابات يعني لو نتحدث عن مهام هذه تم تنصيب 410 عضو يعني لو نتحدث برغة الأرقام يعني 410 عضو سيتم تقسيمها عبر الولايات يعني كيف سيتم مهامهم هذه الهيئة سيخرج منها أولا يتم انتخاب لجنة دائمة من 8 أعضاء وسيوزع باقي أعضاء اللجنة على مختلف الدواء الانتخابية وبمعنى الدائرة الانتخابية عندنا في التنظيم الانتخابي على مستوى الولايات معنى سيوزعون على الولايات وفي الجارية الجزائرية في المهجر النظام القانون المحدد يتكلم على 8 أعضاء في كل دائرة انتخابية ولكن النظام فتح كذلك لهذه الهيئة أنها تستعين بما يسبب الضباط العموميون الضباط العموميون هم الموثقون هم المحضرون القضائيون ولا يكونون أعضاء ولكن تستعين بهم عند الضرورة للقيام بأعمال دعم لأعمال اللجنة يمكن كذلك الهيئة هذه أنها إذا ارتعت 8 أعضاء على مستوى ولاية من الولايات دائرة انتخابية غير كافي يمكن لها كذلك تعززهم بأعضاء آخرين يعني بالحديث عن عمل هذه يعني آلية عملها يعني هل ستبقى هل ستكون ربما مستقلة أم ستكون لها ارتباط بشكل مباشر أو غير مباشر بالإدارة إذا نتكلم وفق النصوص كما هي موجودة يلي هو القانون العضوي المنظم لهذه الهيئة والصادر في 11 أوت 2016 وإذا نتكلم كذلك على قانون الانتخابات ونقولوا بأن هذه الهيئة راهي مستقلة ماليا وقانونيا وأن الدور الذي تؤدي تؤدي بكامل السيادة بكامل السيادة ولا تخضع لأي جهة من الجهات فهي لها السيادة الكاملة وفقا للقانون المنظم لعملها سواء المادة 194 من الدستور أو القانون المتضمن تأسيس هذه الهيئة يعني لو نتحدث ربما يعني كيف يمكن حصر التجاوزات أثناء قبل وبعد يعني الانتخابات قانون الانتخابات يتكلم عن مرحلة مسابقة التي هي من تاريخ صدور المرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية وبالتحديد هذا هو الوقت التي نبدأ نتكلم فيه عن عمل الهيئة الآن لا نقدر نتكلم عن عمل الهيئة الهيئة الآن قلت راهي الجلسة التأسيسية بدأت تقوم بعملية تنظيمها الداخلي ولكن عملها الفعلي يبدأ بمجرد صدور المرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية اللي يحدد مراحل كذلك هي مرحلة جمع الترشيحات مرحلة الحملة الانتخابية ويحدد الأجال المؤسسات اللي تقوم هنا يأتي الدور تعالهيئة هذه من خلال الحرص على التطبيق السليم لمواد قانون الانتخابات ولا السيامة فيما يخص حياد الإدارة لماذا؟ لأنه الإشكال المطروح موشعتنا في الجزائر فقط في الكثير من دول هي كيفية الوصول إلى حياد إيجابي للإدارة وهو أنه تكون محايدة على مسافة واحدة من كل قوائم المترشحين هذا دور تعالهيئة وليهو قلت أنه إشرافها على التجسيد والتنفيذ ومراقبة مدى احترام سواء الإدارة أو الأحزاب السياسية أو القوائم المرشحة قوائم مستقلة أو القوائم أحزاب السياسية للقانون ويقول القانون حتى المؤسسات الإعلامية من حيث تجسيد الحملة الانتخابية من حيث المساواة التي تقدم من حيث الكيفيات التي تؤدي بها من حيث التجاوزات التي ممكن تحصل حتى خلال الحملة الانتخابية وخارج الحملة الانتخابية حتى من الجهات التي ممكن تحاول تعكر صف الحملة الانتخابية أو تعرقل لعملية الانتخابية في نصوص موجودة في قانون الانتخابات الهيئة التي تولان المشاركة. بالحديث عن العرقل. هل دستور جديد ربما يكفل نزاهة وشفافية عمل هذه الهيئة. عكس ما تروج له المعارضة. رغم أن تم وضع على رأسها إسلامي سيد عبدالوهاب دربان. القول بأن سيد عبدالوهاب إسلامي هو التصنيف. سيد عبدالوهاب إسلامي. صار نتيجة المسؤولية التي تولىها. المعارضة تشكك في شفافية خلفية الإسلامية يقدر يكون إسلامي كما يقدر يكون وطني كما يقدر يكون صيفة أخرى. ولكن سيد سيد كوميديتا يعني عون من أعوان الدولة. كان في الاحتياط. وزكاها سيد رئيس الجمهورية طبقا للدستور. كذلك استجابت للمعارضة أغلبيتها وافقت على شخص والاستشارة مطلوب من سيد رئيس الجمهورية. وقام بشي هذا. تم التسكية من طرف الأغلبية. المعارضين أو المتنئين أو كذا. وجهت لهم الدعوة للحضور كذلك. لأنه لم يستثنى أي حزب في حدود علمية من الحضور تتنصيب هذا وهناك من استجابة. بالرغم أنه كان معارض على تأيين هذا الشخص بالذات على رأس لها. لكنه اليوم كان يشوف بعض الوجوه. هو استجاب وحضر التسكية. كان هناك وزراء برلمانيين برلمانيين. وروح أحزاب سياسية. بما فيهم بعض الأحزاب التي كانت أبدأ تحفظات أو تنعت. أو أنها رفضت وجود هذا الشخص. هذا ليس مهم الآن. لأنه الآن لا موجود قانون. أمام وجود هيئة مع الجميع إلى الامتتال. يعني خاصة ما يميز هذا الانتخابات هو مشاركة بعض الأحزاب التي ربما قاطعت في وقت سابق الانتخابات. فيه قبل كبير مرة هذه المشاركة. وهنا نفتح قوص وكذلك بأنه قانون الحزاب السياسية يتضمن مادة فيه أن الحزب السياسي الذي لا يشارك فيها أربع انتخابات متتالية. أربع اقتراعات متتالية سيتم حلوه. هذا موجود في قانون الأحزاب السياسية. ولكن يحدد أربع عمليات انتخابية. أربع انتخابات. لذلك أنا أقول بأنه مبدأ المشاركة كمبدأ المقاطعة مبدأاني يمثلاني قمة الديمقراطية. يعكساني الحرية. يعكساني ورسة الحقوق. القوائم الانتخابية ستكون قوائم كثيرة. سيكون هناك حديث مع بداية الحملة الانتخابية. أكيد الحديث. وأنا نقول بأنه الآن حتى الأحزاب السياسية من خلال وسائل إعلامنا التي نتعرف فيها. أنه سبقة الأحداث تتحضر في قوائم الانتخابية. مع العلم بأن القانون يقول عن الانتخاب المرسوم لدعوه الانتخابية لم يصدر بعده. ولكن هذا شيء مشروع بالنسبة لأحزاب السياسية أنها تقوم بعملية تحضير ربح للوقت. إن شاء الله شكرا لك أستاذ عمر خلال محسن.